الوسواس القهري علاجه خاصة يا شيخنا لما يكون في الطهارة وسالة الاستنجاء والوضوء يعني شيء صعب نسأل الله العفو والعافية الحمد لله والصلاة والسلام وعصول الله كره بعض أهل العلم تسميته بالوسواس القهري لأنه واز من الشيطان والشيطان لا يقهر الإنسان فكره واز سواء اسم طبي واتعرف عليه بين الناس لكن هو من الناحية الشرائية كره أهل العلم ذلك لأن الشيطان يتعظم بذلك والله سبحانه وتعالى قال إن كيد الشيطاني كان ضعيف فعلاج الوسواس القهري طبعا وأن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى وأن يستمر في الدعاء وأن لا يلتفت إليه وعملا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام يتمثل هذا الحديث دائما إن الله تجاوز الأمة عما حدثت بأنفسها ما لم تتكلم أو تعمل فالإنسان في الوسواس ده ينظر الوسواس يوسوس له في أمور يفعل بخلاف ما يوسوس له يعني الأخ كان بيقول الدروس والخمس دقايق والكلام ده لا يلتفت الإنسان طالما ده وسواس قهري قبل وعندها مركز وبتجيب مدرسين أو عنده مركز وخايف لحسن المدرس ما يديش الطلب حقوقهم هل يأثب؟ الفتوى لمن عنده الوسواس القهري تختلف عن الفتوى لمن ليس عنده الوسواس عنده الوسواس ده نقول له لا تلتفت إلى هذه الأمور إن هذا سيؤدي إلى تفاقم الأمر عليه سيفتح عليك أبواب الجحيم فالفتوى في الحالة دي تختلف عن فتوى الإنسان ليس عنده الوسواس فلا يلتفت إلى هذه الأمور ويمضي في سبيله ويعني لا يعطي الشيطان هذا الحجم وهذه القيمة يعني تمام لا يلتفت ترجمة نانسي قنقر